سيد داود أهلا وسهلا بك هل فعلا كان في تأرجح في البداية؟ يعني كان في عدم وضوح؟ أسأل من سيطر على أدائكم في هذه الثورة؟ هل هو الخط السياسي أم أن مهنيتكم انتصرت بالنهاية؟ قبل ما أجاوبك على السؤال بس عشان أجاوب على سليمان دعم تفضل على موضوع اللي سألت وانت السؤال تقول من أكثر مهنية؟ نعم وزارة الخارجية الأمريكية عملت استفتاء في مصر خلال اليومين الماضيات على نسبة المشاهدة بين القنوات العربية والمصرية الأولى والمحور والنيل والحرة والجزيرة وإليك النتائج العربية 65% حصلت على 65% من نسبة المشاهدة بين المصريين المصرية الأولى 51% المحور 42% النيل 32% الحرة 25% والجزيرة 22% الأهم من المشاهدة عند السؤال عن مصدر المعلومات الأكثر صدقية وموثقية أجاب المستطلعون في القاهرة والإسكندرية العربية 44% المصرية الأولى 28% المحور 19% النيل 13% الحرة 8% الجزيرة 4% هذا من حيث النتائج في استطلاع مسويته الخارجية الأمريكية مشاناً للمسويه الأمر الآخر في موضوع أنك أنت تقول تتأرجح العربية قناة تُعنى بالمعلومة يعني من يحرق قناة العربية هو المشهد على الأرض في البداية لم يكن هناك المشهد في البداية ما كان بالمشهد اللي بعد ثالث ورابع يوم لم تتبنى العربية لا تتبنى ثوراتاً في الشارع لكنها أيضاً لا تتجاهل عركة الشارع حينما تحرك الشارع المصري وازدادت الحركة اتسعت شاشة العربية له هناك من يقول أيضاً من جهة ثانية أننا نحن تبنينا الثورة ونسينا المسؤولين المسؤولين المصريين كانوا صامتين في البداية فلم يظهر أحداً منهم حينما ذهب هول الفجأ عن المسؤولين المصريين وتحركوا استقبلناهم أصبحنا ننقل الجمهور ميدان التحرير والثوار الشباب وأصبحنا ننقل وجهة النظر الرسمية أيضاً نحن نعرف في الأحداث أولاً مسألة الحياد هذا كذب ليس في الإعلام الحياد هناك موضوعية ونحن تعاملنا مع الحدث بموضوعية بمعنى أننا لم نكن تعبويين مثل الآخرين ولم نتجاهل طرفاً على حساب آخر نحن نقلنا الطرفين فبالتالي نحن حاولنا أن ننقل الحدث من جانبيه ونحن كنا يعني شاشتنا كانت تتحرك تتسع وتضيق بناء على ما يجري نحن في الأحداث المصرية وأنا أقول لك استضفنا تقريباً 21 شخص منهم 14 على طوال الأزمة حتى تنح الرئيس 21 شخصية بين صحافي ومحلل وشخصية سياسية منهم 14 محسوبين على المعارضة لأن المحسوبين على الحكومة بدأوا يضيقون كانوا في البداية صامتين ثم تحركوا ثم تراجعوا فلم نجد أحداً منهم ولذلك نحن لم نكن منحازين لطرفين دون آخر الأمر الأهم أن غيرنا كان يأتي بوجهات نظر يعني يحاول أن يصنع دع الجزيرة أو غير الجزيرة حتى في محطات لبنانية نحن نتحدث عن المعلومات نحن أقول لك يعني خلال الأيام الأزمة معدل العواجل على شاشة العربية العواجل من 15 إلى 20 في الساعة في قنوات أخرى مثل الجزيرة مثلاً من 10 إلى 12 في الساعة لاحظ الفرق نحن يعني انصرفنا إلى من لديهم معلومة نم ننصرف إلى من لديهم وجهة نظر هذا في بداية الأزمة الناس في الأزمات لا تريد من يقرر عنها تريد أن تعرف حتى تقرر فأنك تحمل صوت وصاية وتجبر الناس على أن يسمعون هو قلق هو يريد ماذا يجري في مصر هل يخرج أولادهم من مصر هل يسافر إلى مصر ماذا يفعل إذا كان مصرياً مواطناً في الداخل هل يخرج إلى الشارع هل يبقى مع الثورة أم يذهب إلى النظر ماذا يفعل وعليك أن تنقل وجهات النظر أن تأتي بالمعلومات على حساب الرأي حينما تهدأ حينما تحسم القضية نحن الآن في شاشتنا من يشاهدها سيجد أن العربية هدأت وفتحت صوالين الرأي وبدأت تحلل وتستشرف المستقبل طيب أنا بس أل رح أرجع لك أستاذ داود ولكن خلني أنتقل أستاذ جمال أستاذ جمال أهل وسهل فيك يعني أنت الآن بصدد يعني إطلاق قناة إخبارية جديدة لو كنت في المشهد رح تكون قريبا من أي مدرسة أو من أي طريقة الطريقة الجزيرية أو الطريقة العربية يعني أو طريقة الجزيرة أو طريقة العربية ما دروس المستفادة يعني لمن يريد أن يطلق قناة إخبارية جديدة في مثل هذه المواقع هي مهمة جدا صعبة لأنه بالفعل السياسة والإعلام بالداخل مع بعض ولن يكون عادل مني أني أبدأ أحكم على هذا أو ذاك لأنني أنا كنت في البراح يعني كنت أتمنى بالفعل أن تكون عندي محطة وعم كل الثورات العربية القادمة حتفوتنا نحن الآن في ثلاثة ثورات حاصلة ليس ستتأخرون في طلاق القناة يعني يعني أنا أعتقد أن هذا الثورات العربية سوف تستغرق العام كله ونحن لن نطلق قناتنا إلا في نهاية العام أو بداية العام القادم فبالتالي ستفوتنا كثير أو معظم هذه الثورات العربية القادمة لكن إجابة على سؤالك بالتحديد الذي كنت أسعى له أني أكون ويقول بصراحة كالعربية في معلوماتها حرصها على المعلومة ولكن سأضيف بعضا من القلب بعضا من الحماسة يعني مثلا في أشيات حلوة سوتها الجزيرة لكن إذا كان هدف الجزيرة هو إسقاط الرئيس المصري فلقد أبلت بلاءا حسنا لكن إذا كان الهدف هو تقديم المعلومة والتفاصيل عن ما يحصل في مصر فالعربية قامت بدور أفضل يعني مثلا عربية قدمت خرائط لميدانة التحرير وشرحت للسعودي أو المغربي إنه هو بعيد آلاف الأميال عن ميدانة التحرير أو ربما لم يزور مطلقا تلك ميدانة التحرير ولا يعرفه قدمت له ما هو ميدانة التحرير والمداخل والمخارج وكان عليها ضغوط هذه الأحداث كانت سريعة وكنت أتمنى أن تكون في تفاصيل أكثر أنا كنت حركز أكثر على المعلومات لأنه أعتقد المعلومات هي التي يريدها يعني مثلا لما كنت في ليلة الملطوف وكان البعض يقول أن البلطجية وأنصار الرئيس المخلوع كانوا على كبرسي التكتوبر أين هو كبرسي التكتوبر المطلع مننا التحرير هذا كان يحتاج والآن موجودة الفنيات التي تسمح لك بتصوير الكبري والميدان وكذا ويأتي المقدم المزيع والمزيع ويشرح للمشاهد بالرسوم أين هذا الكبري ومن أين تسقط القنابل الملطوفية وكذا وكذا كان من الممكن أيضا أن يشرح أحد ما هي قنابل الملطوف وكيف تصنع هذه التفاصيل مفيدة للقارئ لكن أعود مرة أخرى باختصار إلى الهدف هل هو الهدف التحريض ضد النظام فإذن الجزيرة أبدعت في ذلك أنا كنت أتأثر عندما أسمع الأناشيد الوطنية وصوته أم كلتوم يصدح بكلمات أحمد ناجي الجميلة لكن هل هذه أخبار؟ لا هذه مو أخبار لكنها بالنسبة لي كمواطن عربي جميلة جدا أعتقد كنت سأميل أكثر إلى المعلوماتية وتقديم التفاصيل والمعلومات والتحري على المعلومات حتى لا أخذ المشاهدي والحق أن الجميع أيضا له سقطاته في موضوع المعلومات الجزيرة أخطأت في التسرع بتقديم بعض المعلومات والعربية أيضا لكن أثناء العمل يحصل هذا الشيء نعم طيب دكتور سلمان عندك تعليم أنا بسل أستاذ جمال يعني الميدان التحرير يعني الجزيرة لم تخترع أنا لست في موقع المدافع عن الجزيرة ولا أتحدث باسم الجزيرة ولا بسمع أي حد تحدث باسمي ولكن الجزيرة في هذه النقطة تحديدا كانت تغطي أحداث مهولة ومبهرة جدا على مستوى العالم العربي كله كانت تحصل في ميدان التحرير يعني ما كانت الجزيرة التي تغني أم كلثوم وتسمع الناس من الستوديو في الدوحة كان هناك ملايين المصريين في ميدان التحرير يغنون الأناشيدة الوطنية يحركون المشاعر العربية في كل مكان لدعم الثورة ولدعم قضيتهم التي هي أسقاط النظام يعني ما كانوا يألفون أستخدم الأناشيدة الوطنية لا أنا أتحدث عن ميدان التحرير الأغاني والفعاليات التي كانت تقام في ميدان التحرير أنا حديثي هنا عن الموتيفة أيش اسمها أبو محمد المتيفة التي يفرق بين البرامج فيها أو بين اللقاءات كانت متيفة جميلة جدا وحماسية فيها روح وطنية هائلة نفس القنوات الأخرى جمال يعني العربية العربية أيضا كانت تأخذ صور من الميدان وكانت تعملها في البروموشن كل القنوات لا السلام عليكم العربية لا كانت تجيب أغاني حماسية في الهادي لا بس كانت تجيب بروموشن مؤثر للرئيس حسني مبارك سأموت على أراضي المصرية وكان مؤثر وعلامات نصر تأتي في البروموشن يعني كل واحد طريقته فيكم أنت تستخدم هنا أدوات إخبارية في فرق بين الأدوات الإخبارية التي تنقل معلومات أو صور من حدث وفرق بين أنك أن تتحول إلى تعبوي كأنك في تعبئة العامة للجيش العربي المصري أو للجيش الثورة في فرق أنا ما أجيب أغاني وطنية وأبثها في قناة إخبارية أنا أتكلم أنقل أخبار وأجيب لك أنا حينما أتي لك ببعض الأحداث التي مرت كواء خطاب الرئيس أو خطاب الرئيس الثاني أو كلمة عمر سليمان بتنحية الرئيس تنحية الرئيس أنت هنا تأتي كأني أعطي لك تاريخ هذا الحدث لا أصلك إلى اليوم ثم أبدأ هل نقلت الموسيقى والأغاني الموجودة في ميدان التحرير أستاذ داود هل نقلتها أنا نقلت الصور كانت تأتي الصور لكنها لا تأتي بالصفاء في فرق أنا حينما أنقلها بعفوية أنا ما عندي إشكالية في هذه أنا أتكلم حينما تتهمني أني أنا أنقل يعني خطابات تقال أني الخطابات بالأغاني الأغاني أنا مسجل عندي بالأستوديو هذا مدوري لا أنا ما أتحدث عن هذه وأنت تعرفني ما أتحدث عن هذه داود أنا أتحدث أنه بإمكانات الجزيرة المحدودة وأنا ألعب كما يقولون الدفل عادفكتس في غياب زملائنا في الجزيرة في هذا الحوار إذا سمحت لها خالي أنه بإمكانياتها الضعيفة جدا حينما طرد مراسليها وحينما طردت الأجهزة من هناك يعني التابعة للجزيرة كنا نسمع الأغاني من ميدان التحرير والفعاليات والمكروفونات بشكل نقي جدا أضطرد يا سليمان أضطرد يا سليمان تم على الجميع ما تم على الجزيرة لوحدها كل الناس طردوا ميدان التحرير نحن لم نكن إلا أمامنا أن نركب كاميرا في المكتب ونصور المشهد اللي في كبري 6 أكتوبر ونوري الناس المشهد هذا بس ونأتي عبر التليفونات من المراسلين بماذا يجري مر أيام نحن لم نستطع أن نمر مثل ما مرت قنوات أخرى هو بث الأغاني من ميدان التحرير ما في بعث منه يعني ما تخليه وطردنا معهم هو الحديث عن استخدام الأناشيد الوطنية في الموتيفة هو يقصد تيزر البنبا لا لا أنا لا أتحدث أنا أتحدث أستاذ جمال قال كلمة كثير مهمة اللي هو يعني الخبر الحدث يعني أنا أعتقد أنه لا بس هو قال بيسوي ثنتين لو أنه القناة موجودة يعني عجبوا يميل المعلوماتية ولكن قال في أشياء عند الجزيرة حلوة يعني كان ممكن يسوي الخطة أنا أعرف هذه الخلطة رح أستفسر عنها بس بعد الفاصل ونعود لكم هذا قليل